ايه اللي عجبك النهاردة في منتخب؟ اللي عجبني في منتخب مصر النهاردة ان الكابتن حسام حسن حاول يشوف توليفة معينة يداري بيها الازمة اللي كانت موجودة مثلا في عدم وجود باكليفت فالطريقة اللي ابتدى بيها الكابتن حسام حسن انه هو ملا نص الملعب بلعيبة كتير جدا كويرة زي نخلها محمد صلاح في وسط الملعب محمد صاح النهاردة ما كناش بنشوفه عطار في الا لما كرة تتحول لمنتخب مصر دايما صلاح بيبقى فاهمك الملعب عشان خاطر دور صناعة اللعب اللي عجبني قصة ان انت ما كنت بتفرج النهاردة على منتخب مصر في شوت الاول فقط 45 دقيقة الاولانية انت مش عارف مين بيلعب فين يعني مرة تلاقي تريزيجية هو اللي مازك الخط مرة تلاقي زيزو هو اللي مازك الخط وتريزيجية هو اللي الناحية التانية تنوعية كبيرة جدا وتبادل المراكز بشكل كبير لمنتخب مصر وفي نفس الوقت الكابتن حسام بدان بلاعب بطريقه التلاتة دي عشان خاطر حاجة واحدة بس يا كريم وكلنا شفناها شوت الاولاني كان منتخب مصر بلعب كومباكت جيم كان في قوة كبيرة جدا في ضغط العكس انت تسترجع الكلا ومنتخب مصر هنجيب منها كزا فرصة بس القصة بتاع التلاتة دي عشان خاطر هو بيدي حرية اكتر ليتريزيجية وبيدي حرية لمحمد هاني فبالتالي وجود حمدي فتحي مع رامي ربيع ومحمد عبد المنم عشان يبقى فيه عندك تلاتة على طول وقافين في المكان ده زائد ان حمدي فتحي مع الاتنين سنتر باك هيسهل امر الخروج بالكرة لمنتخب مصر انت حمدي فتحي كده كده لعيب نص الملعب ولكن النهاردة وضح بشكل كبير جدا الدروب اللي حصل في اليقى البدنية لعيبة منتخب مصر الشوت التاني كان فيه انهيار تام لليقى البدنية لعيبة منتخب مصر القوة والحدة اللي كانت موجودة عند لعيبة منتخب مصر الشوت لأولاني اختفت تماما الشوت التاني وده يمكن يكون من الشغف الكبير اللي كان داخل به لعيبة منتخب مصر والحمس الكبير اللي كان كابتل حسام حسن بيتكلم فيه ولكن أنا عجبني إدارة الكابتو حسام حسن في آخر ربع ساعة من الماتش لما لقى الأمور اتصعابت شوية قلب طريقة اللعبة ثانية واربعة ثلاثة ثلاثة منزل عمر كمان عبد الواحد ومن بعدها منتخب مصر بدأ يمسك كورة شوية نقطة بس مهمة جدا محمد شناوي النهاردة لعب مباراة جيدة إلى حد ما بيستسنى طبعا الهدف اللي جي الهدف اللي جي ده أقرب الماتش بشكل كبير مش عاوز الناس تبدأ تدايق أو تقول المفروض من الشناوي ما كانش يقف لأن طبيعي كده كده الشناوي هيقف وشال واحدة مفراد كانت صعبة جدا بعدها بحوالي عشر دايق ففي الأول وفي الآخر عاوز أقولك على حاجة كبيرة جدا منتخب الجزائر خسر النهاردة اتنين واحد على أرضه من غنية فأنت عن النهاردة الأمور ما بقتش بالسهولة اللي الناس متخالة